على الرغم من شح الأمطار في العراق هذا العام إلا أن زخة مطر واحدة كانت كافية لإظهار عجز شبكات الصرف الصحي في العديد من المدن العراقية أهالي قضاء سامرة بمحافظة صلاح الدين عبروا عن غضبهم من ترد الواقع الخدمي في مناطقهم التي تفتقر لشبكات الصرف الصحي الأمر الذي أدى إلى غرق الشوارع ودخول مياه الأمطار إلى منازل المواطنين منسوب المياه التحت السطحية ارتفع بسبب هذه المطرة البسيطة بالرغم من شحة الأمطار بهذا الموسم ارتفاع منسوب المياه أدى إلى الإضرار بأساسات المنازل وزيادة نسبة الرطوبة فيها بالإضافة إلى تدمير شوارع المنطقة التي تفتقر أصلا لأي نوع من أنواع الخدمات بحسب أصحاب المنازل هذا المنسوب ارتفع وبدأت الرطوبة وبدأت تظهر حتى مناسب الماء تظهر في أبسط الحفر الموجودة بالشوارع التي أصلا ما مخدومة لا بالتبليط ولا بشبكة المجاري مشهد غرق الشوارع في سامرة أصبح مألوفا لدى الأهالي هناك لسيما وأن المدينة تخلوب الكامل من شبكات تصريف مياه الأمطار والخدمات البلدية الأخرى مديرية المجاري في قضاء سامرة أكدت أن نحو 75% من أحياء المدينة خالية من شبكات المجاري وذلك بسبب توقف العديد من المشاريع الخدمية 75% من أحياء مدينة سامرة وغير مخدوم بشبكات المجاري وتبقى المشاريع المركونة على الرفوف تحكي قصة الوعود الحكومية المتكررة وذرائع الأزمة الاقتصادية والأمنية التي باتت شماعة لتلكء الخدمات المقدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر